ترجمة نانسي قنقر بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله في البداية نشكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وكذلك الشعب العزيز الشقيق الشعب البحريني وأيضا تلفزيون البحرين على مشاركتنا فرحتنا في تأسيس الدولة السعودية طبعا للحديث عن تأسيس الدولة السعودية الدولة السعودية تأست في عام 1727 الميلاد عندما تولى الإمام محمد بن سعود أمارة الدرعية طبعا للحديث أيضا أو إعطاء خلفية تاريخية عن هذه الأسرة المباركة تتواجد في الدرعية من عام 850 للهجرة طبعا الإمام محمد بن سعود تولى أمارة الدرعية في عام 1727 خلفه عدد من حكام خاصة حتى نهاية الدولة السعودية الأولى في عام 1818 لكن استمرارا لذلك التاريخ العظيم وامتداد نجد أن الإمام تركي بن عبد الله استمر في الدولة السعودية الثانية وانتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض في عام 1240 للهجرة حتى فترة طويلة حتى عام 1309 للهجرة ثم قدم الملك عبد العزيز رحمه الله الذي استرد الرياض في عام 1315 وبدأ أيضا مرحلة جديدة في توحيد هذه الدولة العظيمة وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عام 1932 للهجرة ثم بدأت ولله الحمد نهضح حديثة من التطور الحضاري في جميع مجالات الحياة سواء في التعليم أو الصحة أو النقل المواصلات أو غيرها ولله الحمد ننعم كشعب سعودي الآن بخيرات هذه الدولة السعودية المباركة نعم دكتور كيف تصف حرص الأفراد اليوم في مثل هذا اليوم الوطني على إبراز الهوية التراثية لتاريخ المملكة وممد أهمية المحافظة عليها طبعا عند الحديث عن الهوية الوطنية أو التاريخ السعودي لابد من التطرق مثلا لترابط الشعب بالقيادة ترابط الشعب بالقيادة هذا له ميزة عظيمة سواء على مدى تاريخ الدولة السعودية خلال ثلاثة قرون أو ثلاثمائة عام نجد أن الشعب لديه طبعا تراث عظيم مرتبط بتاريخ هذه الدولة السعودية سواء في ويحرص الشعب السعودي هذه الأيام في إظهار وإبراز ذلك التراث خاصة في الأزياء أو الأطعمة أو حتى في الاحتفالات الداخلية في المملكة العربية السعودية وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وأيضا من فضل تلك الرابطة القوية بين الشعب والقيادة وطبعا هذا يؤدي إلى وحدة وبناء وتطور في جميع مجالات الحياة نعم إذن من الرياضة الدكتور ديف الله بن رزان أستاذ التاريخ السعودي في جامعة الإمام محمد بن سعود شكرا جزيلا لك